رأيي في كومبو واحد كان حلو جدا وفهمت قوي من المستر وعرفت عحلو لا حصة كويسة بصراحة واستفدنا منها جامل يعني استفدت منها كتلازيزة قوي كمان هي بتشمل كل حاجة يعني بشرح كل حاجة بقى كمان ومفيدة للي ما حضرش من الاول كويسة جدا بصراحة وكمان لما بيجي جواب على حاجة بيقولي التفسير بتاعها في الاربع اجابات مش في اجابة واحدة وبيقولي غلط ليه وصح ليه فكويسة برضا كانت حصة مميزة يعني غير الحصص تاني ايه كانت حلوة ولمتلي الدنيا وزبطتلي يعني في الحل ايوه وانا كمان الصراحة حاستها فدتني قوي يعني وبقيت بعديها بعرف احلها احسن وبقيت فهمة اكتر فهمت منها جدا وكان الحل يعني سهل وكده وكويس لا حلو والله فرقت معاها جامد بصراحة يعني كنت الاول مش فهم لما ندخل هنعملوا كده بس لما فهمت لا الصراحة واحد لا يعني حلو الاسئلة جربنا الاسئلة بتيجي ازاي فهمنا كان بيشرح لنا كل سؤال ليه اجابته ومش عارف ايه حاجات بالنوقت كده فكانت كويسة بصراحة كانت لازيزة قوي لانا كان في بعض المصطلحات بتلغبت جامد يعني انا مش فهمة معناها قوي فهو شرح المصطلحات اللي ما بتبقاش مفهومة بالنسبة لنا ايه كانت كويسة وكمان في حاجات كانت توقعة منينا برضاك في السيشنز اللي فاتت فلميناها في دي صراحة ورشة يعني كانت كويسة جدا وعرفت احل فيها وفدتني وكانت حصة متميزة يعني غير الحصة التانية لا يعني فدتني قوي وحسة ان انا فهمت قوي كل سؤال بقى ليه اجابته ايه وليه وكده فحسة ان انا بجد استفدت قوي منها صراحة هي خطيرة دي بقى اللي خليتنا عرف ان انا هبحل فعلا كويس بقى واستفدت منكم بواحد بقيت مستعدة للامتحان بعرف احله ومن طريقة المستر وكده بقيت مستعدة بقيت مستعدة اه لامتحان الشامل بعد الحصة بتاعت النهار ده الصراحة اه يعني حلنا وكده فبقيت مستعدة اه اكيد لان فيها افكار بجد صعبة يعني احنا كابنحلها لوحدنا مثلا قبل ما هو يحلها بتحتاج مجهود اكبر منك اه مستعدة وفي حاجات كانت وعا مني كمان لميتها المرازي 90% طبعا بعد ما هراجع في بيت وكده بس هي كانت حسة يعني كويسة جدا استفدت فيها وطبعا على الامتحان الشامل حس انه هيبقى سهل بالنسبة لي بعد الحصة دي عشان هو حل معنا كتير وقدنا تركات ومسمعناش كتير اه يعني اه بالنسبة كويسة اه اه ان شاء الله يعني لازم يشوفوها عشان هتساعدهم جدا انهم يعرفوا يحلوا ويفهموا في الاسئلة وكده انهم يعرفوا يحلوها يعني بطريقة كويسة لا اهم كده كده الحصة دي لازم يشوفوها يعني الحصة دي هتفرق فعلا جامد يعني عشان امتحان الشامل وعشان بكده قدام فاتكوا كتير والله العظيم يعني فاتكوا بقى استفادها كتيرا هي لازم تتحضر ما ينفعش اصلا تفاول بصراحة يعني اللي فاتوا يعني عمر ما يقدر يكررها تاني مع حد اه كتير اوي كنت عارف حل اكتر كنت عارف حل كده 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 الورشة فرعت معايا جامد والله اه اكيد كان ايفرق جامد ايوه عشان كنت اباخر جامد الورشة فضمنا اكتر وفي حاجات كتواعة مني لما اتخذها دلوقتي فدلوقتي بقت احسن فيها طبعا ايفرق معايا يعني كان زماني دلوقتي بالنسبة للمتحان دمائيا اه طبعا او لان حدث انا يعني فهمت الاسئلة اكتر وكان في من يعني الامتحان كان في برضه اسئلة ماحتاجة فهمه اكتر فحسن انا فهمت اكتر يعني بعد الدرشة موسيقى الخريطة باede سهلة بالنسبة لي اوي انا حاس انه هو مفيد يعني جربنا بنفسنا وكده واحدة واحدة ان شاء الله Fahren شاء الله على اخر السنة هكون خلاص باعي يعني بنعرف يعنيا ticksم خلاص الخرايط وكده أسهل يعني حسن هو بعدين في الامتحان لما بنتوف الشكل اللي هو بيحاول يوصفه لنا أتبقى أسهل على الخريطة هي أسهل وإن إحنا كمان رسمناها مرة واثنين وثلاثة فبقائنا إحنا بنجاوب معاه وبنقول إحنا هنكتبه فبالتالي لما نتكرر كتير هتبقى بالنسبة لنا الخريطة دي يعني إحنا ممكن نرسمها لواحدنا في الامتحان مش هنحتاج إن إحنا الخريطة نبص عليها أو كده فمشان ضيع وقت لا أحساس أول مرة جربها وأول مرة أرسم خريطة وجد تلعى الحوار سهري جدا بعد ما مستر عليني حسن أنا لما أجي حل بعد كده مش محتاجة خريطة قدام يعني كده كده برسمها وعرفها أماكن كل حاجة فيه يعني أيوة تعودنا على شكلها يعني عملناها كذا مرة أيوة صح أوه إن أنا بقى يعني بذكره أكتر وبفضل يعني أنا ببقى فاهمة إن ده اللي هيجي بيفرم معاك كده كده إنه بيخليني ركز على السؤال ده أكتر وإن شاء الله ييجي يعني يطلع صح وييجي يعني في آخر السنة عبا ممسوط أكيد أوه طبعا بيفرم يعني بحيث اللي هو أنا ضمنت حاجة مش هتاخد مني مجهود أكتر في الامتحان أو إن أنا مش هركز فيها قوي ثقة برضو في السؤال ضمنت إن في أسئلة مثلا ممكن تيجي بنفس النص أو شابيه ليها فإن أنا أعرف أحلها وبأسكن أن أنا إن شاء الله هحلها صح طبعا بيفرم معايا أنا أول مرة أشوف يعني إنه هو يبقى واسق إن السؤال ده إيبقى جاية في الامتحان كده وأأكد على المعلومة كذا مرة أوه لا هو بيفرم معايا وبنعلم عليه يعني نبقى متأكدين إنه هو جاية قوي أيوان بيفرم معايا برضو عشان بركز على السؤال أكتر وبركز عليه بقى كل أشكاله عشان أنا بقى عارف أهو ييجي إزاي ترجمة نانسي قنقر